اشتركوا في القناة This is very special وانه نادرا ان ده يحصل ويمكن ما يحصلش تاني في حياته انه يكسب 9 صفر في يوم واحد وقال انا عملت قبل كده 10 ونص من 11 لكن موضوع ان انا اكسب 9 صفر في يوم واحد ضد جميع اللاعبين يعني دي حاجة very special to me فالنهارده يوم مميز نتيجة ان التسع لاعبين كل واحد فيهم جاي عاوز يثأر عاوز يحافظ على ماء وجهه عاوز يرد اعتباره في الجولة الاولى اليوم قبل ما نبدأ اتمنى لايك لازيز والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفنا ومستمتع بالمحتوى اول لقاء لماجنس كارلسن النهاردة كان ضد فابيانو كاروانا وقد تعادله شكرا كاروانا لقد ردت اعتبارك في الجولة الثانية قد تعادل ماجنس كارلسن ايضا مع يان ششتوف دودا شكرا عم يان لقد ردت اعتبارك حبيبي عم دودا اتفضل في الجولة الثالثة والتي بين يدينا الان جوكيش سيلعب بالقطع السوداء ضد ماجنس كارلسن هل سيفوز ويرد اعتباره؟ تعالوا نشوف بدأ وزير من ماجنس كارلسن بدأ وزير معظم المباريات هعرضها عليك مش تحليلات لكن افهمك هو بيحصل ايه لان ده بلدز فان انا عود احلل لك لاين عميق في بلدز يعني هبقى بعذبك وبعذب اللعيبة لكن هنفهم ايه اللي بيحصل ان شاء الله دي اسمها الكوينز جامبت يا اخوانا يعني مناورة الوزير يعني بدأ ببلاش لو اكلت واخدت بيدائين في الوسط مثلا بدأ في بدأ طبعا ايه فور احسن نقلة لكن تحضيرات ماجنس كارلسن كثيرة لعبت في المباراه بيدأ في بيدأ يعني مستر جوكيش قد قبل البيدق والان ماجنس لعب نايت افثري عادي جدا اعتقد نايت افثري تمنع فكرة الى فور مباشرة وده اللعب ملعوبة كتير جدا إي فايف ملعوبة كتير جدا فالآن نايت أف ثري أولا مانع عن الإي فايف نايت أف سيكس وماجنس بمنتهى الهدوء يسترجع البيدأ بدء عم في حضني ومعايا بدائين في الوسط مقابل بيدأ واحد عظمة إي سيكس بيشوب جي فايف سي فايف ضرب الوسط بحيث أنا كمان عاوز أبدل بيدأ الطرفي ببيدأ وسطي إي ثري بس أكل أكل بالوزير مش عايز يعمل لنفسه بيدأ معزول أكل بس بالوزير طلع بتمبو عليه ذهب لربط الحصان كوين بي سيكس هات يابني هنا رجع حمل بيدأ تبييت نايت سي ثري مش بيهدد النقلة دي على فكرة إن فيه كشات ولكنه بينتشر عادي جدا على طول جوكيش لعب بشب بي فور نقلة على فكرة قوية هقولك ليه بعد بشب اي تو أكل مباشرة الفكرة إنك لو أكلت هو مش خسارة باللعب الصح لكن هتدي شوية مبادرة للاسود بعد نايت اي فور هات الوزير هات الفيل لو تحركت هنا مثلا بتخسر قطعة بعد نايت تيكس تيكس وكش واخد مين الحصان ولذلك عليك أن تذهب إلى هنا مايجنس كرنس قالك يا عم بلايش وجه على ديمار ايه اللي ايه الدوشة دي ما ناكل بالبيدأ ولا ينط هنا ولا هنا ولا بتاع اه البدائين اتفلقوا عن بعضه بقى كل واحد مخصم التاني واضعاف يمكن الضغط عليه لكن احنا لسه في ميدل جيم ومعي امتياز الفيلين اوعى تنسى الماتش ده معتمد بشكل كامل على امتياز الفيلين ستستمتع به جدا وسيجبرك على وضع لايك واشته اوه مهم كوين سي سابن هات يا ابني حط شوية ضغط على سي ثري تبييت بي سيكس عاوز اكمل انتشاري بشب افور هات الوزير اي فايف لعبت الان سحب الفيل الى الوراء بشب بي سيفن على الوطر الطويل الرخ ديكي في وسط اللعب الرخ تضغط على هذا البيدق وماجنس يطن شويلعب بشب دي ثري لماذا لم يحمل بيدق لانه تكتيكيا محمي لو اكلت البيدق بديك واحدة بشب تيكس ولو اكلت بنكسر وزراء وبعدين انزل سبعة رجعت بيدقي طبعا من هنا وانزلت سبعة ابيض احسن فصاحبنا اولا يحمي الحصان ماجنس يهرب بالفيل رابطا الحصان على الرخ الفيلين بشب تيكس ليه يا عم قالك والله كان فيه تهديدات ممكن لها علاقة بنايت تيكس بشب تيكس بون تيكس والان نقلة غريبة ولكنها الافضل على الانجين الرخ تمشي من الربطة طبعا مستحيل ده يسقط لانك بتاكل بياكل وبيشب تيكس هات هنا وهات هنا لو رجعت اخر الدنيا مثلا فالان بشب تيكس ما تقدرش تاكل بالحصان لانه متعلق فتاكل كده فتاكل كده فتاكل كده مثلا بس الحصان يقع الفيلين يعني بص ماتش بيتكلم عن امتياز الفيلين روك اي وان والان افور افتح لي يا ابني الوطر بتاع الفيل اللي كان مقفول ده افتح لي المساحة دي اكل اكل هات لو سمحت يتحرك بعدين بيشب ايشي ثريحة وزيرجع يعمل الحاجات دي نايت سي فايف عمل الحاجات دي فعلا افل عليه السكة ولكن روك دي فور اضغط على الربطة مبدأ pin and win هو مين اللي بيعمل pin اصلا في الشطرنج على ارجح الفيل او الوزير ال pin ده مهم جدا سلاح سلاح الاوتار ان تربط حاجة على حاجة او بيشب اف 5 دا عيما الحصان والان جويزة الارخاخ على الفيل الروك تيكس ذابعتنا البيادئ وخلينا الحصان ميتحميش بالاخر دلوقتي بعدين بيشب اي 5 اضبط لي ابني الفيل على الوطر الروك تتحرك روك سي وان ميسك الفيل طبعا دي مش احسن نقلة كان الافضل ان يتحدى على الفيل او يتشالنج على الفيل لكن ده ما حصلش ماجنس على طول أخذ الفايل المفتوح نفس للمالك queen b3 هات يا ابني الضغط آه آه queen هنا ممكن تتلعب وكل حاجة بس الأفضل أن أنا أبحث عن المبادرة أطلب طلبات أدي ربطة أولى أدي ربطة تانية ما هذا بجده والله كسر الربط rook c6 pin and win اضغط مزيد من الضغط على الربطة احمي f3 مشي والآن بشب f1 يا السلام بلين قصاد حصنين أسادين قصاد كلبين يعني بص ما فيش تعبير حسن من كده أسادين بيلعبوا قصاد بص يعني غلابة قوي لحصنة night والآن كل شوية عايز يكسر وبعدين تاكل فيخسر مش معقول بداله كيش هرب قال له ماشي طالع تاني قال يعني حياكل هنا بس دانيا كلها محمية bishop back to e5 الوزير يدي له كيش يهرب وبعدين يرجع تاني والنقلة الهادية الريئة رخ على السابع ما تقدرش تاكل نتيجة الربط الموجود والفيل داعم الرخ على السابع والآن بيشيب تكسب فيك مش معقول يا جماعة ماستر بيس متعة انك تتفرج على الفيلين وهم بيعذبوا الحصنين خلاص كل دي بقى تكملة جدعانة من عندي كيش مات اوكي سوري يا عم جو كيش انت خسرت رايح جاي ايفان سارتش الأقل تقييما في البطولة يا سلام على المطشدة الكاروكان فئدين ماجنس كارلسن يعني عظمة عارف ليه لانه اختار سايد لاين في منتهى القوة لاين جانيبي قوي وجميل جدا بص e5 دفي عالبيدق بيشب نايت دا اسمه the short variation هات اي كرس من كرسات الكاروكان هيشرح لك ان احسن نقلة هنا c5 بس ماجنس لعب نايت دي سبن انا مش عايز ادخل فخناءة غير لما اكمل انتشاري نايت دي سبن تبييد H6 نفس للفيل اسحب الفيل وحط الحصان مكانه من هنا او من هنا هدوء رائع c3 الحصان الاخر بدعم c5 نايت A3 سحب الفيل نايت سي 2 دوريب الوسط رواءان مفيش اي دينجر مفيش اي قلق بيدق في بيدق شكرا خلاص انا شايف ان بعد بيدق في بيدق دي انت سعيد بيدق ده بقى معزول شوية ممكن يتضغط عليك خلاص الشكل بقى اصفار على الانجن او 3 8 او 2 من 10 اه حط حصان خوي في منتصف الرقعة وبيهدد الكاشات والحاجات اللذيذة منعوا من هذا الكلام بيشب اي 3 نايت جي سيكس مش افضل حاجة لان هذا الشكل وصل على الديتابيز قبل كده ست مرات المين لاين والاولى على الانجن ان تلعب جي سيكس لكن ماجنس يفكر له بتاع 20 ثانية ويلعب هذه النقلة نايت جي سيكس كان افضل حاجة للابيض ان يلعب هذه النقلة الان وبعد ان يسحب الحصان ان يضرب الوسط ويحاول يفتح الوسط بسرعة لو اكلت اكل وخدت البيدق يتم الضغط على هذا الفيل من خلال الوزير والضغط على البيدق اللي وراه شوية مبادرة للابيض الابيض مع تفوق واحد بهذا الشكل لكن ما حدث في المباراة ما كانش بي فور في سي فور كان سي فور مباشرة وماجنس اكل اكل وكمل انتشاره بس ببيشب اي سابن نايت بي ثري تعال انكسر وماجنس اول ما بيشوف نهايات على طول ستريت لايت ذا عرف انت الكوميك المشهور بتاع يتقعد معي يتقعد مع البليستيشن سيروح للبليستيشن وبعد يقول له انا اسف يا صاحبي انا مضطر اسيبك وبعد البليستيشن يلوضه يقول له قلت لها كده فشاء اه قلت لها كده فشاء ستريت لايت ذا نايت ها هنا هات البيدق المفروض يلعب بيشب ديفور يحمي البيدق محمهوش فماجنس ما سماش عليه هات يا ابني البيدق ومن هنا الامور يعني ساءت خلاص يعني مفيش حاجة خلاص يعني هو خد بيدق وماجنس بقى ايه بدأ يتماسك تكسير تكسير مفيش مشكلة اه اي فان سارتش يحاور ان هو يعمل شوية حوارات الحسان ده خنقوا في عشته فام مضحي فيه فرق كمان شوية لكن اللي بدأ انتو هتعمل فيهم ايه لا امل يعني لا امل على الاطلاق بادئ بتجري بتجري بتجريه ده فوق عشرة ده الاسود فالمطش ده متعته الوحيدة يعني ده اللاعت مخي واتبسطت جدا بيها هي الافتتاح الافتتاح بتاع ان انت تحفظ تيوري في هذا الشكل بتاع سي فايف ياه على الحفظ اللي هتحفظه بعد بيش بأي ثري مثلا كوين وبعدين نايت سي ثري نايت وبعدين تبييت وبعدين ياكل وبعدين اه لا لا دي مش احسن حاجة عشان عليها عقاب سي فور بس فيه تضحيات جامدة ممكن تتلعب هنا بيرشب تيكس بون تيكس وبعدين الكيش فيه قصق على فكرة الشكل ده ملعوب تلاتة من عشرة بس للاسود تلاتة من عشرة بس للاسود ولازم تبقى عارف انت رايح فيين وجاي منين وهتعمل ايه الموضوع مش سهل اه الانجين بدأ يقول سبعة من عشرة وبتاع بس عمليا طبع تتحفظ كتير مجنس تجنب كل ده ومعملش يا اي حاجة بعد ما طلع جناح الملك كله امضار بالوسط منع الكشات اتحرك بشب تبييت الواد عمل مصيبة ام عقبه اخد البيداء وراجع كونسوليديت التماسك بعد ما البيداء اتخذ ام متماسك وعمل حسنت قوي في منتصف الرقعة وكسب تفوق خمسة ببساطة ببساطة طيب احنا قسفين يا عم ايفان سارتش انت لم تستطع ان ترد اعتبارك اتنين صف تفضل 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 ماشي اناند بطل العالم السابق يعني في احد السنوات في 2013 اعتقد ماجنس كارلسون اخد منه اللقب هل سيرد اعتباره بعد خسارة الامس تعالوا نشوف ماجنس يستخدم نفس اللاين ويسترجع البيداء اي فايف يبدو وكأنه بيدق ببلاشي ماجنس ياخد البيداء طبعا و هذا الشكل لعب من قبل ما بين ماجنس كارلسون و ليفان ارونيان ولعب ماجنس اف فور ولكن المرة طبعا ماجنس كسب الماتش اللي بينه وبين ارونيان اللي في هذا الشكل بعد ما لعب اف فور وحمل بيدق بتاعه لكن الامبروفمنت ايتش ثري الاولى على الانجن اف فور التانية على الانجن لكن ايتش ثري الاولى يعني يعيد البيدق اللي كان اخده مقابل انه ياخد البدائين الجمال اللي في الوسط دول ده معنى اي؟ ده معنى ان ماجنس كارلسون بيحلل جميع المباريات اللي بيكسبها واللي بيخسارها مالهو The Goat The Greatest Of All Time ليه؟ علشان فيه Continuous Improvement دائما يحسن ويطور ويحلل الراجل ما بيهمتش زي ما بيقولوا كده بالبلد حتى لما بيكسب يروح يراجع اللاين ويجيب الافضل من اللي لعبه رمش هو كسبت خلاص يا عم ما تحللش انت كسبت لا مش معقول امتياز الفلين هنا فيه فلين وهنا فيه فلين ماجنس يستخدم The Typical Attack Of Minority انك تدفع البيداء وتعمل اضعاف على هذا المربع وقد نجح في ذلك في هذا الشكل كان عنده يأكل على طول دي نقلة غريبة على فكرة يأكل على طول دي لانك بعد ما يأكل حياكل هنا ممكن هترخ لكن عندك تأكل هنا هتنترخ السود احسن قليلا تخيل ام طب لو مشي واو تتحرك وعندك بيشيب تيكس انجين عجيب عجيب هذا الانجين لكن اللي كان اللي خطر على بالي ان انا حاول اجيب الاي احمي بها الحصان ايه لي خلينا جيب دي واسيب البيداء ماجنس جاب الرخ التانية عشان هو محتاج الارخاخ دي على جناح الوزير وترك البيداء بس لو اخدت البيداء انا معايا تيمبو اني ادفع هذا البيداء الان واحاول ان اغزو هذا المربع بهذا الشكل الى هذا المربع يعني ضحى البيداء طرفي مقابل تعويض انه ياخد وقت شوية وقت بيشيب اي سيكس لعبت لكن من المنطق انك تلعب بيشيب اي فايف عشان تمنع نايت اي فور على اي حال اي ده اه ده اه ده ازاي عشان ممكن يأكل وروك سي فور هات وهات واو لا فضيعة ولذلك بيشيب اي سيكس لعبت بيشيب اي فتري نايت بونتيكس بونتيكس الان الاسود بخير جدا 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 اناند مع تفوق جيد نتيجة نشاط الحصان ويلفيل ويلفيل هل يترى سيفوز اناند بعد روك سي 2 اناند لديه نقلة وحيدة للفوز قوية جدا وهي بيشيب اف 5 ما جبهاش بس ده مش معنى انه هو خسر احنا لسه في المطش الفكرة ببساطة انك لو لعبت حاجة زي بيشيب اي فور مثلا فبياكل هنا اولا وبعدين تاكل فبياكل بيخسر فرق الابيض انت لا تستطيع على فكرة ان تتحرك بالروخ لانها بتروح ولو رحت هنا ولو رحت هنا الحصان بيقع ولذلك احسن نقلع على الانجل انك تعمل حاجة زي كده لكن عليها نايت اي 1 وبتكسب فرق بحماية الفيل روك تيكس فماجنس كان على وشكي ان يخسر فرق لو كانت بيشيب دي تلعبت لكن بيشيب هنا لعبت هذا الذي سامح لماجنس كورلسن ان يلعب الان نايت اي فور ويريح باله وايضا كان ممكن تكسب فرق من خلال نايت هنا لكن اناند برضو ملعبهاش ما عرفش ليه بيشيب تيكس اون تيكس والان يمكن نايت جي فايف بيشيب دي فايف اناند معافة فوق اثنين برضو اناند ميسدت ملعبش نايت اي 1 بكش ولعب نايت بي فور والشكل رجع اسفار ساحبنا تحرك وبص بقى المتعة اللي جاية اناند في هذا الشكل كان عليه ان يلعب سي فايف بعدين سي فور بعدين سي ثري لكنه عمل اتش فور لعب اتش فور شفت برض تقييم ارتفع قليلا في مصلحة الابيض وماجنس يكنس الرؤعة تماما لمصلحته ياكل 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 ثم ياكل ماجنس ماجنس قيم الموقف ان ده افضل لي معه مبادرة هات هنا روك هتنت كمان هنا ماجنس اكل صاحبنا اكل الموتشباز كان عليه ان يلعب اولا هذه النقلة وبعد رخ هنا يلعب كينجي جي سيفن لحماية هذا البيدق لكن ده ما حصلش اكل بكش فصاحبنا اتحرك يهدد الان ان يأكل البيدق بقوا هيبقوا ثلاث بادق وبيدق ضعيفة يتبغط عليها وطقعة معادش عندك ده ان الكش تمشي اكل هنا ده فوق ستة لله بيض اه فاكل اكل بكش دلوقتي وبعدين وقع البيدق التاني وانسحب هتنقلة للسود وحشة خلاص البيدق ده سيسقط بعد قليل يعني لو انت حاولت مثلا ترجع كده عشان تدعم البيدق وتدفعه انا بقف كده في وشك هات البيدق لو عملت كده خلاص البيدقين بيكسبوا البيدق مفيش امل انا عايز اجيب لك اي نقل مفيش نقل روك اي تو الاولى على الانجين روك اي تو بس كينج جي فور كينج كيش مفيش امل عارف كمان ايه نقلة زي دي يعني مثلا دي فور هات البيدق روك اي تش تو سقط البيدق اصلا روك تيكس ويننج بدائين خلاص ويننج كان عنده فرصة يكسب لكن مكسبش سوري مستر اناند كسرت رايح جاي نيبوم نشي وصيف بطل العالم رجل في الفورمة مش هعلق على المباراة دي غير بعد ما تخلص بي ثري من بوم نشي عايز يعمل فيها ماجنس جي سيكس من ماجنس فيل على الوتر فيل على اكيد لا صح؟ ولا ايه؟ هياكل الفيل وبعدني اكل بلوك صح؟ يبقى الحصان ماشي؟ ما عندوش اي منع على فكرة يا ووجله المسائل ويدي له انتياز الفلين ماجنس ايه زغرت على طول اول ما اشوف انتياز الفلين ايه زغرت على طول يعمع وجلي البيادة اضربني ابني افوشي المهمة معي انتياز الفلين المهمة دوفي على البيدق بهذا الشكل يمكن ان تأكل لان روحة متعلقة منع دفعة البيدق وماجنس بمنتهى الهدوء يلعب فخ رخيص بربع جنيه بعد دي ثري ايه فايف ايه ده؟ بيدق ببلاش بيدق 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 بعد بيدق في بيدق نايت انت جي فور لا تستطيع ان تأكل مرة اخرى نتيجة ان فيلك متعلق نايت بي دي تو اكمل الضغط على هذا البيدق وفي اللحظة المناسبة يسترجع البيدق ماجنس كارلسون فتح الوطر حطه حصان جامد جدا في النص اسود احسن معت فوق واحد ضرب الوسط اكل اكل اه معه بدائين لكن البدائين يعني يمكن الضغط عليهم كل ده جامد الحصان جامد كمان الوزير في مكان كده يعني عرضة للضربات روك اي ايت لعيبات والان تبيض طويل هات يا معلم بيشب ايه الفيل ده دي المشكلة تفوق واحد ونصل الاسود نتيجة ان الفيل ده معوق يعني ضايع ايه فايف لعيبات الامان برش ياكل طبعا عشان هيبقى خسر وزيره هدوفي على البيدق والان بيدق في بيدق نايت تيكس نايت تيكس بونت تيكس وماجنس ام تديله واحدة كيش صاحبنا استخبه وبعدين ماجنس يستخدم تاكتيكال شوت بربع جنيه في الفي بيدق بعد ما ياكل ياكل لو اكلت هنا بدي الكيش واخد وزيرك ما اعملش كده هرب ماجنس جاب الرخ الاخيرة على الفيل طبعا ماجنس معه بيدق بيدق كامل زيادة والان بي 5 احنا في النقل رقم 19 صاحبنا اكل البيدق واستسلم بعد روك سي ايت دي خسارة نفسية بحت بحتة خسارة نفسية بحتة واحد قاعد بنفسية منهزمة انا مش هلعب او هلعب زي الزفت طبعا لو اكلت هنا انت بتخسر كمان فرق لو اكلت هنا انت بتخسر وزيرك 20 نقلة يان بومنشي اتشحن في 20 نقلة خسارة نفسية عنده اموشنال انستابلتي غريبة عنده عدم استقرار عاطفي عجيب يان بومنشي متضمر نفسيا ضد ماجنس كارلسون هذا رأيي هذا رأيي ولو عندك رأيي تاني قلهولي بس بصراحة الموقف مخزي حسنا فيروزة 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 اللي ماجنس كارلسون قال مش هلعب بطولة العالم غيلة وفيروزة هو اللي طلعلي في الحاجات ومطلعلوش فيروزة في الحاجات المرشحين تعالوا نشوف ايه اللي حصل هل سيرد فيروزة اعتباره فيروزة لسه شب and the man has a fighting spirit له روح قتالية قوية knight f3 لعبة الان اوكي من ماجنس نقل مارينة c5 ويلعبوا شكل من اشكال اللندن على فكرة اه ده لندن ده تحضير على فكرة من تحضيرات اسمه ايه بطل فيتنام واحد افضل لعيب العالم 1700 بلس لها العديد من الحوارات اه نقل c3 دي بتبدأ اصلا بتبدأ d4 d5 knight f3 c5 c3 ولو لو مثلا اتلعب ايه هنا knight مثلا queen c2 ولو اتعمل حاجة من دي فيه knight بتيجي وبعدين يمشي كده يقوم لعب له كده فيلم طويل عريض كده ممكن تشوفه لذيذ اعتقد يعني ده اللي انا فكره اه بس انا بطل تلعب المين لاين بتاع knight f3 مش موضوعنا المهم نعود الى المباراة معلش سامحني اساعات بيخطر على بالي شوية حاجات فاحب اشاركها معاك هات يا ابني الفيل من بدري هو ده مش المين لاين المين لاين اللي انا امرشحه في الكورس بتاع السلاف دفنس لان ده الاكستشينج من السلاف دلوقتي شبه بالظبط هو اي سيكس لكن هات يا ابني الفيل سحب الفيل الى الوراء والان اي سيكس اغلق الطريق على الفيل بس ولا يهمه ومش في دماغه بيشب بعد تجي فبدا من انت فتحت السكة دلوقتي بإي سيكس تعالة امشي يا ابن رجع تاني دفع البي ده ايه يا عم ده اللي بيحصل ده ماجنس من غير ما حد يكلمه يعطيه امتياز الفيلين تيكس تيكس كان الافضل ان ينتظر قليلا ويلعب حاجة من دي لكنه ادانوا امتياز الفيلين من بدري لماذا؟ لانهم بيقولوا ان الاكستشينج سلاف او الاشكال المغلقة بهذا الشكل في الوسط اللي احتنا اهم من الفيلة هكذا يقولون لان الوسط ده مغلق نايت اي فايف حصان في منتصف الرقعة وبينو بينك حصان في منتصف الرقعة دي مش احسن حاجة حاجة زي نايت اي تو اجان كانت جيدة فكرة زي اي ثري في بي فور بي فايف كانت ممكن تتلعب اي تشي ثري نقلة نفس للملك وانتظارية جيدة كوين بي ثري ضغطا ها هنا بيحضر مثلا ياخد امتياز الفلين لو ينفع لكنه لعب النقلة دي وبسرعة بسرعة بعد التبييت نايت اي تو اربطوا عشان يسترجع حصان من الاتنين ونجح في ذلك ونتش بيدقا فيروزا اخب بيدقا من ماجنس بيشب سي ثري هذا الفيل قوي على الوتر حقيقة لكن فيروزا معه بيدقا وسطيا قويا روك سي وان يستغل ماجنس كارلسن انه لعب روك ها هنا ويحاول ان يجوز على هذا الفايل المفتوح ياخد شوية مبادرة ويجوز ويعمل مصيبة بعد روك اف سيفن لانك روك عايز ادي مات يلعب بي فايف وبعد روك سي فور هات الوزير كان على الوزير ان يتحرك ها هنا محاولا التكسير يعني يعمل كده فياكل ياكل وبعدين روك تيكس اي فور صفار حاجات كتير صفار في الشكل لكن ماجنس عمل مصيبة بص على بر التقييم لكن فيروزا مع قبوش العقاب كان يلعب نايت سي ايه تقوله هات الوزير يابني ايه ده انت في ايه فيهرب بهذا الشكل فيجوز هذا الفيل الانم يعني مربوط ما ينفعش يتحرك والان دي نقلة من النقلات اللي مرشحها الانجين لكن ايضا بيسيكس ملهاش معنى حاكل تحس كده ان احنا في زاجزوانج في منتصف الرقعة مفيش لعبة بيدق في بيدق بعد هذه النقلة بيدق في بيدق مثلا عليها بيدق في بيدق عادي جدا مفيش لعبة مفيش لعبة حرفيا فوق خمسة للسود والمفروض كان يفوز فيروزا لكن فيروزا ملعبش نايت واكل بيدق في بيدق شكل رجع صفار ومازال الشكل صفار ومازال الشكل صفار وماجنس دخل نهايات اللي نفسه فيها ومازال الشكل صفار روكسي ايت دي فور جعلت الابيض افضل بعد كينج افتو لكن كينج افتو ما تلعبتش ما تخافش من البيدق هترجع كده ولو الدكش هترجع كده وتسترجع وتاخد البيدق ويبقى وضعك كويس لكن ماجنس لعب روكسي سيفنت على يابني انكسر والرخ تحركت وهنا ماجنس كان عليه ايضا ان يلعب كينج افتو بنفس الفكرة بتاعت كينج في كينج ويوقع البيدق وبدأ دلوقتي كمان سيسقط وتفوق اتنين للابيض لكن ماجنس كارلسون اكل بيدق في بيدق والشكل رجع اصفاري اخوانا و احنا دلوقتي في ضغط وقت ماجنس كارلسون مع عشر ثواني فيروزا مع عشرين ثانية ماجنس كارلسون مع بيدق سالك فيروزا مع بيدق سالك ترى ما الذي سيحدث زيزو زيزو وفي هذا الشكل كان عند فيروزا نقلة بتكسب وهي كوين دي ثري وطبعا ده لين طويل وعريض وصعب يعتمد على زيزوانج في الميدل جين نتيجة هذه الربطة السخيفة يعني الفيلم ما بيتحركش تقول له كده يقول لك كده تقول له كده يقول لك كده بص كل ده معتمد على الربطة انت مكتفه معتمد على الربطة هات الوزير الوزيرية تحرك وبعدين يبدأ يزيد الضغط على هذا على هذه القطعة وما زالت الروخ برضو مشلولة والحصان الآن حامل متات تفوق أربعة للأسود في هذا الشكل لكن روك دي تو لعبت فقط روك دي تو والآن أكل وركز معايا وركز معايا حياتي شوية معرفش إيش بس في جالبك في جالبك ماشي ركز معايا لأن في هذا الشكل كان لماجنس كارلسن نقلة وحيدة تتعادل تتعادل ما شفهاش إزاي ماجنس ومعها 11 ثانية نقلة بالأبيض جبتها وده لسه سهلة والله سهلة أنا مش عارف والله سهلة بس هذا يعني يؤكد على كلام فابيانو كاروانا فابيانو كاروانا في البث المباشر اللي بيطلعه كل أسبوع قال الضغط على رؤعة الشطرنج قعدتك على الرؤعة كل الحسابات بتختلف كل الحسابات بتختلف وانت قالت على الرؤعة محدش بيقعد جنبك يقولك ده مكسب ولا تعادل انت بتفكر من نفسك انت اللي بتاخد القرار كوين تيكس بكش ولو أكلت نتعادل ماجنس ما شفهاش ومشي وأصبحت قطعة خلاص خلاص فايروزا بقطعك يا ماجنس قعد يا عافر أنا مكسبتش من مبارح سيبوني عيش حرم عليك سيبني أتمل الاستريك بتاعي وأكسب الناس فايروزا يقوله بقولك ايه أنا هجيب الملك ده في زورك تحد تحت خالص رص ماجنس قعد كيش 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 زين المجنون مشي سيبك لازم estouرفص من يا ابني خلاص 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 ما عادش فيه ولا كيش على الرؤيا اعايز اديك مات ما بتتحليش مات في ثلاثة على كل وفايروزا يفوز الوحيد ولا مش الوحيد هنشوف فيروزا يفوز ويرد اعتباره واحد واحد اه انت ماجنس وكسبت مبارح 9 صف بس النهار ده انا باخد النقطة قدامك رابور المجنون الشطرنجي الممتع الشطرنجي بدأ ملك من عم كارلسون ويلعب كارلسون بيسموها تفريع الدفاع الفرنسي من الدفاع السقلي ايه عم الكلام ما بطل بقى يا اخي هقولك بيه دقمانك لو لعبت فرنسي في البداية وانا اخترت اني ألعب ال 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 بتاع دكتور باسم امين انت ممكن تلعب C5 وهو ده التفريع وفكرة C5 نقلة ممتازة بعدين بيجي معها D5 فاحنا وصلنا الحاجة شبه كده جدا جدا دلوقتي كينجز انديان اتاك ضد الفرنسي هات الوزير يتحرك الوزير ثم يبني ريتشارد رابور اه بيدق اه وسطا جيدا بC3 عاوز D4 يمكن او عاوز B4 يمكن بيشيب جي 2 اي 5 اغلق مستر اه كارلسون لا جماعة اي ده استخفة اللي انا عاملها دي طب ما جيب لك المطش من ناحية كارلسون ولا ايه ما جيب لك المطش من ناحية كارلسون يا عم عشان يفضل صورة كارلسون تحته ولا ايه رأيك معلش معلش مشيها ما تزعلش مني يا عم ما برضو ماجنس كارلسون برضو هو بطل بطل السلسلة يعني طيب كوين دي تو لعبة الآن بيشيب اي سيكس والآن تبييت ماجنس لعب بي فور لعبة الآن فكرة بي فور ان انا عاوز افتح عليك هذا الجناح يعني لو اكلت بيدق في بيدق هاكل بيدق في بيدق واللي رخخت يجي ويبقى عندي مبادرة زي ان انا ادفع والحسن يتحرك فالوزير يقع مثلا فماجنس تجنب ذلك وجاب الرخ الاخيرة في الوسط بحيث ان انت لو اكلت اكلت هيبقى في ضغط امامي على هذا الوزير او على هذا البيدق المتأخر على الدي ثري ايضا بيدق في بيدق سيكون تهديد انك ما تقدرش تاكل بعد تيكس تيكس نايت بي فايف هات الوزير وقف في فيديو فكر افضل نقلة للاسود في هذا الشكل النقلة هي كوين بي ايت دي كانت افضل نقلة لماذا؟ لان بعد بيدق في بيدق بيدق في بيدق في الفي بيدق انا عندي بيدق في بيدق ما تقدرش تاكل لسود احسن لكن ماجنس كارلسون لعب في هذا الشاكي كوينت دي سفن هذا الذي سمح بيدق في بيدق بيدق في بيدق في الفي بيدق وده ما عندوش اي منع ياكل دلوقتي نتيجة ان فيه كش سخيفة اه في التفريع التاني كانت الكش موجودة بس كان عندك روك تيكس بيشب تيكس كوين تيكس صح والله طيب والان بعد بيشب تيكس ماجنس بيت حسب يالله نعمل وكيل خط بيدق اتكل انت على الله بيدق في بيدق والان ماجنس ياكل بالرخ وده ما كانتش افضل حاجة يقال ان بيدق في بيدق كانت افضل قليلا عايز يدفع النقلة دي ويمكن يعمل شوية هجوم على هذا الجناح او حتى كان يسيب البيدق خالص ويضع الفيل على هذا الوتر وبعد ما ياكل دي نقل سيئة جدا تيجي انك بتسقط تطعة في يعني كان في شوية تعويض عن البيدق لكن ماجنس اكل بالرخ والان نايت تيدي سيكس ريك طبعا خصن قوي جدا طالب الرخ الرخ تعود الرخ تلعب على الفايل دوفي على البيدق بيشب اي ثري نايت F5 عايز يتخلص من هذا الحصان المزروع في حلق ماجنس كارلسون نايت باكتي E4 ممنوع الكلام دوت مش هكسر الحصان الجامد بتاعي ومش هخسر المربع الفاخر من الآخر هذا المربع إذا أكلت الآن Queen Takes فأنت بتخش نهايات خسرا فرق خلي بالك فالبدأ ما بيتتخدش الرخ تتحرك الأول والآن الرخ الأخيرة جت تحمل بدأ الوسط Bishop D5 Queen مشي من وش الربطة وحط الرخ في وش الوزير يتحرك الوزير بهذا الشكل ويا سلام هذا الحصان مزعج بالنسبة للربور فعمل مانوفر لذيذة هذا في هذا عايز يكسر الحصان كلام ده مهم جدا المانوفر البسيطة دي مهمة جدا لازم تتعلم أنك تعمل ريجروبنج للقطع إعادة تدوير وإعادة وضع للقطع في أماكن أفضل روك دي سبن روك دي تون نقلة مهمة لأن البيدأ ده كان على وشكي أن يفقد جويزة الأرخاخ كل الناس عارف أنت البيدأ ده واقف والله يا شباب كفرتم الموضوع يعني رخين قصاد رخين يعني والضرب المهم كوين اف سبن وتم كسر الحصان وهنا عايز أجيب لك النقلة الجميلة اللي عقبتني أوي مش من اللعيبة من الانجن بدلا من روك اف ون كان في نقلة جميلة أوي الانجن مرشحها أيوة هي دي كينج ايج تو بيشيب ايج تري كان التهديد قوي لو لعبت كينج ايج تو لكن هنا اتلعبت النقلة دي وده سمح بعد الدفعة أن تلعب بي فايف ولما تاكل ياكل والفيل يبقى في وطر أفضل يضغط أي نعم ده مش آم مش عارف في إيه حاسن فيه حساسية أنفو وحاجات طلعتلي في وانا بسجل مش عارف يعني حتى الآن ريتشارد رابور معه تفوق لكن ده إذا بيتر بيرجان شكل أفضل للأبيض للأسود بعد ما الفيل مسك هذا الوطر طيب طب هل النقلة ده مكانش موجود في التفريع الآخر؟ لأ لو كان دي تلعبت وانت لعبت دي على طول فصاحبنا هيلعب دلوقتي بيشب هنا أو حتى يأكل الأول وبعد ما تأكل ودلوقتي بيشب هنا فكينجي اتشتوني أقلة جميلة من الحاجات اللي لفت انتباهي وانا ببص في المرش في هذا الشكل اتلعبت على أي حال بعد شوية لكن بدعم من الحصان ماجنس أعتقد ماجنس ما شفهاش يعني ما شفش ان الفيل بيجي وخسر ماجنس كارلسن فرق وبعد ما اخد الفرق بدأ صاحبنا ينظف أي نعم ماجنس عنده حصان قوي في منتصف الرقعة لكن تكسيرات تكسيرات خلاص وأيضا ريتشارد رابور يربط الرخين ويفوز مات في خمسة اجباري ريتشارد رابور يرد اعتباره زيه زي فيروزة ويستطيع ان يفوز على ماجنس كارلسن وأخيرا لو انت لسه معي الحد الوقتي بشكرك من كل قلبي وأخيرا هل يستطيع كونستانتين اللي هو الأقل تقييما في هذه البطولة ان حتى يتعادل مع ماجنس تعالوا نشوف بدأ ملك من ماجنس كارلسن سي فايف نايت اف تري اي سيكس كونستانتين يستخدم هذا التفريع بيسموه سيساليان تايمانوف ضد اي فور على طول لو لعب الآن المين لاين بدي فور لكن ماجنس يخرج عن المين لاين ويلعب بيشب دي ثري نايت سي سيكس تبيت دفي على البيدق والآن ماجنس يغير الخطة تماما ويذهب للضغط على هذا الحصان وعوج البيادق صاحبنا ما يعبروشي ولو ان المفروض كان يعبرو يا اما ببيدق في بيدق يا اما ببس بيشب اي سيفن لكنه لعب بيشب دي سيكس ويسمح بي فايف فماجنس اخد رأس الحربة في الهجوم بي فايف لا يمكن ان تأكل طبعا عشان بيكل الحصان مش بيقوم عشان هو مربوط بيشب باك تي سي سيفن والآن ماجنس بدون محد يكلمه يكسر ثم يلعب بي ثري وضعا هذا الفيل على الوطر الطويل ليدعم البيدق الموجود على ال اي فايف صاحبنا ضرب الوسط مباشرة روك اي وان مفيش منع لو انت كسرت البيدق اني اضع قطعة مكانه وحد يقول لي هو ماجنس ما خدش البيدق ده ليه بدون ما بيتاخدش يعني ولا ايه والله البيدق بيتاخد لكن الشكل يرجع اسفار لو ما خدش البيدق ولعب الفيل الشكل ستة من عشرة سبع من عشرة لماجنس كارلسون طب امال ده لو اتاخد ليه الشكل بيبقى تعادولي عشان الاسود بياخد مبادرة ببيشب دي ثري هات وهات الحصان طب الحصان يرجع والان بمنتهى الهدوء تبيت انت خدت مني اه بيدق اه كان راكب اصلا ومش احسن حاجة ودلوقتي اه ممكن تعود وتحمي كل حاجة لكن انا باخد ال اي فايف في ال اي فور فوق تلاتة فانت مضطر تفضل قاعد حطة الحصان ما تحركوش لو حركت الحصان البيدق هيدفع وهتبقى الامور صعبة جدا هتلعب حاجة زي بيشب بي تو وانا لعب نايت دي سيفن اضغط بزيادة على الحصان انك لو كانت هاكل هنا الاول وبهدلك مبادرة شديدة للاسود لو اخذ البيدق طبعا الكلام ده معروف جدا بالنسبة البطل عالم وبالتالي لعب بشب بي تو ما خدش البيدق البيدق فحضنه يبقى اخده في اي وقت لو عاوز تبيت دي ثري لعبت الان كوين اي ايت بيحمي البيدق بتاعه اخيرا نايت دي تو ماجنس كارلسون يلعب الاحصانة تحمي بعضيها الروخ جاد بتحضر لدفعة البيدق اخد بالك ومتقدرش يتاكل انتجة ان الفيلم يتعلق فالحصان يدعم صديقه الحصان والان سيفور جاءت علشان لو انت كالت تخسر البتاع لكن ماجنس يقول له يا ابني حصان جامد يا ابني حصان جامد مكتف الرخ يا ابني بشرب على الوطر يا حبيبي هاتي الفرق بهذه البساطة اه بهذه البساطة اه والله وكسب فرق دشمل يا معلم دشمل يا معلم بس خلاص المطش يخلص ده عفكلة اخرنا تندل من عندي المطش هنا خلص بعد الرخ دي هيعمل كده يكتف الحصان لما الحصان يمشي يبقى اخد البيدق فوقس التبيض خلاص 29 نقلة ضد 2584 يعني يقول 2600 بمنتهل البساطة ويفوز ماجنس كارلسون بالبطولة محدش قدر يرد اعتباره الا كايروزة ورابور وتمنى تكون تبسط واستمتعت وانك تكون شفت الحلقة للاخر وتكون قررت تشترك عندنا في القناة تعمل لايك لذيذ واشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة